أهلا وسهلا فيك أصدقائي لدرسنا لليوم من شرح قواعد اللغة الإنجليزية موضوع اليوم عن المضارع البسيط المضارع البسيط من أكثر الأزمنة في اللغة الإنجليزية استخداماً رح نتناول جميع جوانب المضارع البسيط بإيش منستخدمه؟ إيش هي الصيق تبعة المضارع البسيط؟ حالات النفي والسؤال هنبدأ مع صيغة المضارع البسيط للمفرد رح ندرس الفورم أو التكوين للمفرد في حالة المضارع البسيط تكوين الجملة في المضارع البسيط في حالة المفرد إما باستخدم هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد بلاس في التصريف الأول الفاعل في التصريف الأول بلاس يعني بنضيف الحرف أس بعد الفاعل في التصريف الأول في حالة المفرد طيب في عندي ملاحظة هنا إذا انتهى الفاعل بأحد الحروف اللي احنا شايفينها اللي هي الضبل أس بياخد الفاعل مش أس لحالها هناخد أمثلة على الموضوع نلاحظ أنه كل هذه الأفعال أخذت في نهاية الفاعل مش أس لحالها لأنها انتهت بأحد الأحرف اللي موجودة عندي طيب في عندي بعض الحالات الخاصة لما يكون الفاعل منتهي بواي عندي حالتين إذا انتهى الفاعل بحرف واي وكان قبله حرف ثابت زي الفاعل فلاي في هذه الحالة راح نحول الواي لآي إي وحنضيف اس للفاعل بيصير الفاعل فلاي فلايز زي ما احنا شايفين في الحالة التانية لو انتهى الفاعل بحرف واي ولكن قبل الحرف واي في عندي فاول ساوند أو صوت علة حرف علة في هذه الحالة ما بنقلبش الواي لآي إي وفقط بنضيف الاس في نهاية الفاعل في عندي أيضا بعض الحالات غير المنتظمة يعني الحالات الشاذة زي go, goes, do, does, have, has بالنسبة للتكوين للجمع للبريزن سيمبل I, we, you, they or any plural nouns أو أي اسم جمع بنضيف له فعل في التصريف الأول بدون اس طيب إيش هي الكلمات اللي بتدل على البريزن سيمبل للما أنا أشوف هذه الكلمة في الجملة باعرف إنه زمن الجملة غالبا هو الابريزن سيمبل عندي مجموعة من الكلمات يوجولي عادة أفين عادة أولويز دائما نيفا أبدا سمتايمز أحيانا ريرلي نادرا دايلي يوميا افري دي كل يوم أول مون دي في الاثنين إتسترا إلى آخره هذه الكلمات لما نشوفها بالجملة بنعرف إنه زمن الجملة غالبا هو المضارع البسيط طيب بإيش منستخدم المضارع البسيط؟ عندي أكثر من استخدام للمضارع البسيط أولا يستخدم المضارع البسيط مع الحقائق مع الفاكتس طيب زي إيش الحقائق اللي منستخدم معها المضارع البسيط زي الحقائق العلمية مثلا الأرض تدور حول الشمس زي ما احنا عارفين انه هذه حقيقة علمية فبالتالي بنستخدم المضارع البسيط الحالة التانية التي بنستخدم فيها المضارع البسيط مع العادات والمواعيد الثابتة مثال أنا أستيقظ كل يوم مبكرا بما انه هذا العمل العادة وبقوم فيه بشكل يومي وبأعمل بشكل يومي أو شبه يومي في هذه الحالة بستخدم المضارع البسيط مثال ثاني الموعيد الثابتة زي موعيد الطائرات، موعيد القطارات، موعيد الباصات إلى آخره الموعيد الثابتة بنعبر عنها في اللغة الإنجليزية باستخدام المضارع البسيط كيف منقدر ننفئ جملة المضارع البسيط؟ عشان ننفئ المضارع البسيط فيه عندي أدتين الأداء الأولى هي don't مع ضمائر الجمع اللي هم they, we, you, I نستخدم don't في حالة ضمائر الجمع مثال لاحظوا إن استخدام don't مع they لأن they بتعبر عن الجمع الحالة الثانية منستخدم doesn't مع ضمائر المفرد he, she, it أو أي اسم مفرد منستخدم doesn't مثال لازم نلاحظ حاجة مهمة جدا في المضارع البسيطة في حالة النفي مع ضمائر المفرد إنه الفعل بيرجع لأصله في حالة النفي يعني بدون إضافة as زي ما انتو شايفين الجملة he loves football الفاعل لأنه مفرد فبالتالي ضفنا as للفعل love بتصير loves بس في حالة النفي لأن استخدمت doesn't بأشيل الاس من الفعل المفرد يعني loves بتصير love he doesn't love football لاحظوا إنه في الجملة المنفية مع إنه الفاعل مفرد الفاعل ما أخدش as بسبب وجود doesn't فهذه الحالة لازم نتبهلها منيح وهذه الحالة بتنطبق في حال وجود has أو have كفعل أول وليس كفعل تام مساعد يعني كفعل أصلي في الجملة مش كفعل مساعد مثال he has three cakes هو يملك ثلاث كعكات لما بدنا نجلن في هذه الجملة حنستخدم doesn't لأنه الفاعل مفرد he بس في هذه الحالة لازم نرجع الفعل has لأصله اللي هو الفعل have ليش سونا هذه الحركة؟ لأنه استخدمنا doesn't كأداء للنفي مثال ثاني they have their food they don't have their food yes or no question السؤال اللي بتكون إجابته بنعم أو بلا بدنا نعرف إيش هي خطوات عمل السؤال yes or no question في الزمن لـ present simple يعني لو أنا عندي جملة وبدأ أعمل من الجملة سؤال إيش هي الخطوات اللي لازم نعملها أول إيش اللي لازم نحدد الفعل الأساسي إذا كان مفرد بنحط does في بداية السؤال إذا كان جمع بنحط do في بداية السؤال الخطوة الثانية بنرجع الفعل لأصله يعني بدون s الخطوة الثالثة بنكمل باقي الجملة زي ما هي وأخيراً بنضع علامة الاستفان ناخد مثال he goes to school everyday زي ما حكينا أول خطوة بدنا نحدد الفعل الأساسي وهو goes بما إنه الفعل مفرد فبالتالي حنستخدم does في بداية السؤال حنرجع الفعل لأصله goes بيرجع لأصله go بعدين حنكمل باقي الجملة كما هو زي ما إحنا شايفين does he go to school everyday هل يذهب للمدرسة كل يوم طبعاً لازم نحط الفاعل قبل الفاعل في السؤال does he go to school everyday الفاعل بيكون قبل الفاعل في السؤال الإجابة على السؤال بتكون بyes or no إما نعم أو لا ثم الفاعل ثم do أو don't يعني إذا استخدمنا yes بنستخدم do إذا استخدمنا no بنستخدم don't هذا في حالة الجميع في حالة المفرد هنستخدم does أو doesn't yes he does no he doesn't في حال كان الفعل الأصلي في الجملة am أو is أو are بنبدل بين الفعل والفاعل بنكمل الجملة زي ما هي يعني مثلاً he is a doctor زي ما ملاحظين الفعل الأساسي في الجملة هو is وما فيش عندي فعل مساعد غيره في الجملة في هذه الحالة بنبدل بين is و he في حال السؤال بيصير السؤال is he a doctor هل هو دكتور الإجابة على السؤال بتكون حسب الفعل الأصلي اللي موجود عندنا إما am أو is أو are wh question أدوات الwh question موجودة عندنا زي ما أنتوا شايفين مع معانيها عشان نعمل wh question في المضارع البسيط في عندي هذه الصيغة اللي راح نستعملها أولاً أدات الwh question ثم do أو does حسب الفاعل إذا كان مفرد هستخدم does إذا كان جميع هستخدم do ثم الفاعل ثم الفعل الأصلي ثم تكملات الجملة بنلاحظ أنه بعد الفاعل بيجي الفعل الأصلي يعني الفعل بدون as مثال they play football حنشوف كيف راح نحولها what do they play what do they play what أدات السؤال بالأول بعديها do أو does لأنه الفاعل عند they استخدمت do بعديها الفاعل they بعديها الفاعل play طبعاً كلمة فوتبول بننزلهاش في السؤال لأنه هي الحاجة اللي إحنا بنسأل عليها مثال تاني he plays at night when does he play when أدات السؤال بعديها do أو does طبعاً هنا حطينا does لأنه الفاعل مفرد he بعديها الفاعل he بعديها الفاعل الأصلي play لاحظوا عندي الفاعل في الجملة plays ولكن في السؤال بنرجعوا لأصله بيصير play مثال ثالث they go to the garden everyday هم يذهبون للحديقة كل يوم لو بدنا نسأل إيش هو المكان اللي هم برحوله كل يوم حنبدأ بأداة السؤال where بعديها الفاعل المساعد do لأنه الفاعل عندي جمع they بعديها هنحط الفاعل اللي هو they بعديها الفاعل go بعديها باقي الجملة everyday طبعا مش هنحط to the garden في الجملة لأنه هي جواب السؤال في حال كان عندنا الفعل الأصلي هو am أو is أو are بنحط أداة السؤال بالأول بعديها بنبدل بين الفاعل والفاعل وبنكمل الجملة ناخد مثال she is beautiful هي جميلة بنلاحظ أنه is هي الفعل الأصلي في الجملة ما فيش عندي أي فعل آخر في الجملة بنحط أداة السؤال بنبدل بين is و she وبننزل باقي الجملة كما هي why is she beautiful وبهيك بنكون وصلنا لنهاية شرحنا للفيديو بتمنى يكون عجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو بتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر